اشتركوا في القناة القادمة من تعظيم المركز الدولي دراسات الاستراتيجية الامنية والعسكرية اللي تترأسوا ضيفتنا وعدناكم وقتها قلنا بعد الندوة نرجو على المخرجة باش خرجنا مرحبا بيك شكرا قبولك دعوتنا اليوم الصباح صباح الخير للناس الكل عودة مدرسية موافقة ان شاء الله برشا ومبوتيها جنسين صغور واحنا بالحق برشا معي برشا ما عاش تستوعب الكراهب ما شاء الله اذا نرجع للندوة متاعنا كانت نهار الجمعة ونهار السبت نهار الجمعة كان مؤتمر كبير برشا ضم كل الاطياف الليبية من مختلف يعني كما حكينا من الجنوب من الشرق من الغرب الليبي ضم اهم مكونين في السياسة الليبية اللي هما المجلس الاعلى للدولة والبرلمان الشرق والغرب ما هم عندهم زوز برلمانات يعني برلمان الشرق وبرلمان الغرب ضم هال المكونين الكبار كذلك كان فما حضور لرؤساء قبائل لمكونات حزبية الشبابية المرأة يعني كان هناك الكثير من من الاطياف الليبية الموجودة كذلك كان عنا من النيجر السيد الرئيس السابق للنيجر مع امان عثمان والنيجر وما تمثله من اهمية لليبيا طبعا كذلك بسعادة السفير في الامم المتحتة السيد هاسابالا امار من تشاد وما تمثله تشاد من اهمية كذلك مندوب السياسي للبعض الاممية والسيد مستشار السياسي لعبدالله باتيلي توانسا كذلك موجودين مجموعة كبيرة من السفراجات حضرت اللي يهمها شأن الليبي طبعا اذا كان لقاء الناس الكل كان تنتظر منه انه يكون فيه طبعا مخرجات كبيرة وانه التوافق وخاصة انه الكل يقول انه اليوم كيفاش تلموا هالفرقاء هم يسميهم فرقاء لكن احنا في المركز عنا نسميهم اطياف اه ليبيا وتلموا وتلموا على نفس الطاولة وكانت من بيناتهم لقاءات ونقاشات كبيرة برشا حتى انه بعض المؤتمر خذوا قاعة وحدهم المجلس الاعلى للدولة والبرلمان وحكاوا معناها شنو وحكاوا على اخر الطريق شنو اللي نجم يخرجهم من اللي هما فيه واهم شي انا بالنسبة ليا انه تونس احتضنت مثل هذا اللقاء لان العمق الاستراتيجي والامني لتونس هي ليبيا والعكس صحيح اذا ما هي المخرجات مخرجات كبيرة جدا من اهم المخرجات اللي عملنا عليها احنا وحبناها تكون طبعا وتوافقة عليها الكل هو اه ان تونس ستكون منصة لكل الحوارات والمخرجات الليبية اه يعني كل ما يمكن ان يذا في مصلحة ليبيا سيكون موجود طبعا في تونس اه باعتبار ان حتى الرئيس قيسعيد اه اه ينادي بالمصالحة الليبية ليبيا وان الليبيين وحدهم كان عنده لقاء ديوغ مع وزير الخارجية التونسي بعد القمة الافريقية اللي صارت واضح وفي نفس اليوم وقال وذكر قال ما لا يمكن ان يكون معنات قال رئيس جمهورية اكد مرة اخرى على موقف تونس الثابت ان الحل في ليبيا لا يمكن ان يكون الا ليبيا خالصا ينبع من ارادة الشعب الليبي وحده هذا صحيح يعني العشية بعد ما تكمل المؤتمر تقابل سيد الرئيس مع اه سيد نبيل عمار وكان هذا هو هو من الاول يعني حتى من الفين واحد وعشرين تكلم على الموضوع هذا وقال انه لا يمكن ان يكون الحل الا ليبيا وفعلا امس معنا ان يوم الجمعة كان كان الليبيين اش قالوا قالوا كل مرة المجتمع الدولي عايتنا قولوا لنا تعالوا ايجا عنا مقترحات لكم عنا كذا حلول لكم احنا لأول مرة في تونس نحنا نعايته للمجتمع الدولي ونقولوا له انت تعالى احنا هاهم شروطنا وهاهم مقترحاتنا من اهم التوسيات لا للوصاية الخارجية لا للوصاية الخارجية المعاملة الند لند يعني من كان يعتبر نفسه ان نوصي على الملف الليبي او القضية الليبية هذا ينتهي والى الابد انتم شركاء المجتمع الدولي شريك انتم جيتوا واحضرتوا لأول مرة احنا نعايتولكم وعايتنا لكم في تونس اللي هي تعتبر بلدنا يعني وهنا هذي نقطة مهمة والنقطة المهمة اللي اكثر اللي ادعاولها هو التشكيل لجنة قانونية وسياسية للعمل على الاطاحة بالفصل سبعة هو اقوى من الوصاية قانونية واقعين فما وصاية وقانونية ما فماش وصاية لكن الاقوى البند سبعة والبند سبعة اللي هو بند استعماري وتعرف معناها اي دولة عظمة تحك راسها تجيب اسطولها وتدخل وعندها الحق لمجلس الامن ولا المؤمن المتحدة تقول هاوينك تقول فما خطر دايم ليناء في المنطقة هذي ازمني ننزل وكانت كذلك العراق وكان فما من العراق خبير يعني ورئيس مركز استراتيجي كذلك حاضر فسألوه قالولو شنو عملته باش وصلته اطحته بالبند سبعة فقال لقد دفعنا اموالا 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 طائلة باش احنا اخرجنا من هالاستعمار وهالبند سبعة من مجلس الامن اذا ليبيا كذلك ربما ستدفع الكثير من الاموال وتعرف ايش معناها انك انت باش تدفع معناها باش تنحي البند سبعة باش يحكيوا على لوكربي باش يحكيوا على ازمته معتشات باش يحكيوا على فما ناس مرتزقة ماتت السفير اللي ماتك القنصل اللي مات في بنغازي الامريكي الكل يدفعوا عليه فلوس باش يخرجوا البند سبعة من اتعس ما خلقته مجلس الامن اللي يدخل الاستعمار بشرعية دولية خانقة واحنا توا يعني اذا كان نمشي للحقيقة او للواقع انه العدالة الاجتماعية او المجتمع الدولي او مجلس الامن او اليوم يكيلوا بمكالين اليوم اتعرى واليوم اتفضحوا الناس ما فماش فما ناس دول تطبق على القوانين ودول الوحشية والابادة الجماعية اللي قاعدة تصير من خلال النازيين الجدد انا اعتبرهم يعني كيان سهيوني ونازية جديدة وهذه النازيين جدد يعني يعملوا في التهجير القسري وحنا طوال ننتظروا يدين على قلوبنا على رفح شنوش يسير لا يامات الجاية او حتى بعد ساعات جاية ما نعرفوش بالضبط يعني والمجتمع الدولي والمجلس الامن لم يقدر على يعني ايقاف هذه الابادة الجماعية اليوميا نحنا نتفرج عليها وما لنا الا الدعاء لله سبحانه وتعالى اذا نرجع للملف الليبي فما توافق كذلك على خريطة الطريق وتنفيذ ما جاء في لقاء بوزنيغا ستة زايد ستة وتكوين حكومة مصغرة توافقية من اجل انها تمشي بهم مباشرة الى تواريخ معينة من اجل الانتخابات الانتخابات الرئاسية والتشريعية يلزم تولي فما دولة قائمة الدات يعني معقول ليبيا فها حكومة الشرق حكومة الغرب حكومة الشرق تقول لك انا الوحيدة اللي انا شرعية باعتباري انا منبثقة عن برلمان وبرلمان الشعب الليبي والشعب الليبي هو اللي قرر اننا احنا نكونوا نواب اذا كل ما يصدر عنا هو شرعي دبي بيقول لك انا جابتني الشرعية الدولية وانتم تحت البنت سبعة وما عندكمش الحق باش تختاروا وانا يلزمني نبقى كذلك هناك دول بعينها لا تريد الاستقرار في ليبيا باعتبار انها يعني تتماعش من الخيرات الليبية من البترول الليبي من الطاقة الليبية من الذهب اللي في الجنوب اللي فما تيرات لدولة معينة هي قاعدة تهز فيه خام وتخرج به ليبيا اليوم يعني احنا كدولة تونس اللي احنا وليبيا نتسمى دولة واحدة مصالح الليبية هي مصالح تونسية الرابطة كبيرة وكبيرة جدا بيننا وبينهم لهذا يجب ان نتبنى هذا المشروع يجب على الحكومة التونسية والسلطات التونسية تتبنى هذا المشروع من اجل الاستقرار في ليبيا ومن اجل الاشياء القادمة كنت نسمح بشبشي وفاصل كسي خلنرجعو نحكي ونختمو بالنسبة كيما قلت الندوة حول الاستقرار سياسي في ليبيا الموضوع الامني مهم ياسر تكلمت على القرب التونسي الليبي احنا ديما نسمعوها معناتها يقول لك شعب واحد في دولتين معناتها صحيح لليوم هذي الكل بشنرجعو نختمو بعد لحظات دقيقة ونص منبا ونرجعو معك سيدة بدراء جالول شكرا موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة السيدة بدرقالول حول الملتقى الدولي حول استقرار في ليبيا اللي نظمته السؤال هنا يطرح نفسه معديد الدول الشركة من تونس ليبيا الجزائر مصر النيجر روسيا الصين العراق امريكا اوروبا بريطانيا جنوب افريقيا ايطاليا الى اخيره وفما اللي قال مغلق معنى اللي صار نتصور كان ليبي ليبي خالص صح وحتى توين سمتوما اللي صار نهار الجمعة حسام انه نهار الجمعة في الليل بعد ما انتهى المؤتمر خدا وقاعة المجلس الاعلى للدولة والبرلمان برلمان تبرق وجلسوا جلسة مغلقة حتى احنا اللي منظمين معاهم والكل ما تخناش وبقاوم التسعة متعليل ما تلاتة متصباح وكانت يعني وخرجوا وخرجوا فرحانين وتقبلنا يوم السبت من الغد يعني من العشرة متصباح حتى المادي ساعتين متاع النهار كنا على اساس انه من العشرة نصف النهار زدنا ساعتين اخرين وخرجنا مخرجات احنا جبنا توسيات وخرجنا بمخرجات اليوم تتنظف المخرجات واليوم تتوزع على كامل وسائل الاعلام وعلى المسؤولين ككل واخذ منها نسخة السيد المستشار السياسي لعبدالله باتيلي اللي هو يعني المندوب للامام المتحدة وهناك تفاعل كبير جدا من اجل التوسيات هذه وخاصة انه التوافق الكل يتسائلوا كيفاش كان التوافق فعلا لأول مرة انه فما توافق كبير يعني متفهمين بين بعضهم كلمسطة متفهمين ما بين بعضهم ووقعوا على المخرجات وسيلتزمون بهذه المخرجات وإصارها الى ابعض الحدود وعلى ما يبدو انه كذلك هناك دول اللي هي تعتبر فاعلة في ليبيا فاعلة بمنطق معين يعني ما نجموش نقوله فما دول فاعلة في دولة لكن بمنطق معين هما كذلك مشين في نفس المسار التوافق الليبي خريطة طريق انتخابات اليوم المجتمع الدولي في جزء منه كبير وخاصة دول الطوق ودول الجوار ما عادش يساعدها هذا عدم الاستقرار في ليبيا فما دول معينة تساعدها على الاخر إنه جميهز لك البرميل بيترول بعشرة دولار على الاخر مريقل في مخو لكن فما دول اخرى احنا النيجر شزائر مصر ساعدناش ساعدناش يزن فما حكومة قائمة الذات يزن فما انتخابات حكومة شرعية منبذقة عن الفرقاء او الاطراف الليبية وليبيا ليبيا خالصا هم موافقين على ذايا خاطر مرة اخرى كيقولوا احنا لازم مش لازم بلكش مثاذة اللي لازم عشم 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 فمتي بباب الفلسفة بعد ذا باب لا 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 فهمتك احنا كيف جبناهم وقعدنا على نفس الطاولة باش حبينا نعرفوه وين معناها ينجم وكونوا موش متفاهمين سبحان الله لانو المجلس الاعلى للدولة يشوف روحوا حاجة وفما يقول لك انا انا عندي عندي دول دول عندها ثقة لمتاحها هي داخلة في اللعبة الكل وميش مخليتني ان نتصرف لكن الحمد لله انو اليومين شهدنا هم ثلاث ايام جايوا قبل البنهار وفما اللي جاي قبل البنهارين وكانت فما جلسات مغلقة وكانت فما لقاءات كبيرة برشا المهم انهم تفاهموا على ستة زايد ستة مخرجات بوزنيغا ستة زايد ستة واليوم يقول لك من تونس سنعمل على آليات التنفيذ هو هذا اللي احنا حشتنا به اللي ما تبعها ستة زايد ستة ستة زايد ستة هي حكومة يعني توافقية من اجل الانتخابات اهم اهم فيها كذلك فما بنود معينة دستورية للانتخابات كذلك آليات الهيئة العليا للانتخابات كلها فما امور تقنية كذلك لكن الكلها تصب في مصاب واحد آآ الانتخابات التشريعية والرئاسية عدم اقصاء خاصة هي تعرف النقطة المهمة جدا عدم الاقصاء للعسكري ولا يعني انصار النظام السابق من الدخول في الانتخابات التشريعية والرئاسية في نفس السيق سأل سؤال هنا هل توصلوا للمبادئ مبادئ خطة تنمية مستدامة لفين وثلاثين هذا كانت من الاهداف من الاهداف طبعا هما توصلوا ما ينحكيه بش تكون لنا ورشة عمل ان شاء الله قبل رمضان حول الموضوع وهناك اللي يقول انه لا يمكن ان نتحدث عن خطة عمل مستدامة معناها استقرار سياسي معناها حكومة سياسية نمشي وللانتخابات والحكومة في حد ذاتها تولي تخدم على التنمية المستدامة لالفين وثلاثين وفي نفس الوقت فما هما معناها الرأيين المقترحين ما يختلفوش برشة انه نعمل التنمية المستدامة نخدمه ونبدأه من اليوم نخدمه على التنمية المستدامة كما مش نبدأه ونخدمه شكلنا لجنة من اجل العمل على الاطاحة بالبند سبعة وشكلنا لجنة من اجل العمل والتحذير للتنمية المستدامة كمقترحات طبعا تُعطى الى اول ما تشكل الحكومة الشعبية الرسمية الشرعية بالنسبة للانتخابات تكلمتتي على الانتخابات يعني شنو شو ما قاله اللي مش متبه بش تير مش تير كيفاش وقتاش هو هو اكيد كيف ما قالوا انه الانتخابات ما كتشوف امريكا عايض على الانتخابات فلان مجتمع الدولي عايض على الانتخابات هم اول المعرقلين حسب ما قيله تكلم حسب ما قيله هم اول المعرقلين قالوها مباشرة الى السيد المستشار لعبدالله باتيلي قالوله انتم من تعرقلون كل شيء وكل تدخل اجنبي اليوم ونحن اكتشفنا بالفاضح وبالمكشوف ان من يعرقل الانتخابات الليبية ليس الليبيين بل كل الاطراف المتداخلة التي تعنيها الانقسامات يعني اليوم بشي 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 سير اليوم كيف اجتمع هزوز ريوس هذا من اجل المجلس الاعلى للدولة والبرلمان الجسمين الوحيدين الشرعيين اللي منبثيقين عن انتخابات تشريعية في البلاد المتاحة في ليبيا اليوم سيتوافقون على حكومة من اجل الانتخابات لن تكون لها اي مهام ستكون تسير اعمال عادية وتذهب بهم مباشرة الى الانتخابات وارساء معناها حكومة شرعية ورئيس وهما متفهمين طبعا حسب الدستور وكانوا خذوا فيه في الغردقة وفيه صخيرات وخذوا فيه برشة انه يمشيوا الى نظام سياسي رئاسي يعني ذلك علش قالوا انهم هما يحبوا يعملوا الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية وستكون كذلك على ذكر الانتخابات فما التقرير أو دليل توجيهي هو معناتها مازال كيسدر نبراس من اجل تغطية صحفية منصفة للمسارات الانتخابية اعداد محمد اليوس في تحيالي تحيالي زميدنا كان يسمع فينا الدليل التوجيهي هذا هو يجي ضمن مشروع التغطية الاعلامية للانتخابات ما بعد نزاعات المسلحة ويركز الدليل التوجيهي على توظيف الذكاء الاصطناعي في التدقيق والتحقق من السياسة الذاتية والبرامج الانتخابية المراشحين وكيفية تغطية لتغطية صحفية منصفة وكيفية انجاز التحقيقات الاستقصائية حول الشخصيات السياسية والمعنية بالانتخابات فضلا عن تقنيات عرض التقارير التفسيرية مع البيادات وقاموا زادة خلال المسلحة ذي بتدريب 120 صحفية وصحفية في ثمانية مدن ليبيا تلت 24 شهر اللي فاتوا وخدموا زادة خلال المسلحة ذي على بناء نواة فريق للرصد الاعلامي وأصدروا التقارير الأول حول الدعاية السياسية وغياب تعددها في تلفزيون الليبي هذا الكل وإعداد محمد ديوس في التدقيق وسامة زياني وتصميم من البرشة بيعطيهم صحة عطيهم صحة طبعا حاولي يكون معنا جستما نحكيو عليه كل شي قاعد يتحذر أعطينا بركة المهم احنا كانوا الكبير برشة معروف الصراع الكبير ما بين الشرق معناها الشرق والغرب وخاصة المجلس الأعلى للدولة والبرلمان تبرق واليوم كيف نقاوهم فرد تاولة الناس كل قولوا يعطيكم صحة كيفاش حاطيتهم فرد تاولة وفرد قاعة وفرد نزل معناها هذا ممتاز جدا بالنسبة ويحسبوا إلى تونس وفي تاريخ تونس ولمجتمع المدني التونسي الذي لا يزال يقول كلمتها شكرا لك سيدة بدراج حكينا على ندوى حول الاستقرار السياسي في ليبيا رؤية استشافية لمستقبل الجيل القادمة لنظمة المركزية الترأس واليسستو والمركز دولي دراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية حتيك صحة شكرا لك معنا اليوم الصباح وان شاء الله هذا يكون طالعا خير والحل يكون ليبيا